السلام عليكم شباب قولو السنوي معكم استر محمد مجد احنا النهاردة ان شاء الله ازن الله بنكمل مع بعض حل امتحانات كتاب المعاصرة نسخة الفين اربعة وعشرين. قبل ما ابدأ حل الامتحان لازم لازم اأكد عليك انك لازم تكون بتحل بايدك. يا ابن الحلال ده مش مسلسل امتقاد عمال تتفرج عليه. اه دي كده امتحانات بتنزل لازم حركته بحل الامتحان وبعد كده تشوف انا فكرت ازاي وقدرت ازاي حل الاسئلة اللي موجودة في الامتحان. اه لو في سؤال واقع في قصادك طبعا بترجع برضو للامتحانات وتبدأ تشوف انا فكرت فيها ازاي. النقطة مهمة لازم تعملها وانت بتحل اي سؤال. تحدد شوف هو عايز ايه? وانت معاك ايه? والدرس اللي احنا درسناه كان الدنيا فيه ماشي ازاي? تبدأ تستخدم المعلومات اللي انت درستها علشان توصل للحاجة اللي هو طالبها. طبعا الحمد لله احنا في الامتحان الرابع وكان في اول تلات امتحانات ما كانش في حاجة خارقة يعني ولا كان في حاجة صعبة. طيب. هتلاقي موجود في الديسكريبشن اه كل حاجة انت ممكن تكون محتاجها رقم الواتساب بيتج الفيسبوك وهتلاقي موجود برضو اه بلاي لست كده مكتوب عليها اولى سنوي ساكن ترم الفين اربعة عشرين. انت لو دست على البلاي لست دي كده هتوديك لكل المنهج. فتحت لك كل المنهج من المنصة اللي بتهالك على اليوتيوب بحيث ان يبقى كل المنهج موجود ورا بعضه كل الدروس شرح واسئلة شرح واسئلة لو في درس اه تكرر في الاربع انت حناية وانت برضو غلطت فيه او كان ما فهمتش مسلا ان انا هنا عملت ايه? لأ بترجع للفيديو الاساسي بتاع الدرس وتبدأ تتفرج عليه اتمنى ان الحركة دي متوقاش بتحصل كتير علشان خاطر ان انت تتفرج على درس الفترة دي دي حاجة مش مش كويسة اه فاتمنى ان انت تفهم من الحاجات اللي انا بقولها بس انا بقول كده امتى لما انت يبقى خلاص بقى حاولت في الدرس ده مرة واتنين وتلاتة ومعرفت اشتحل فبالتالي فانا فاتح لك كل الحصص بحيث ان انت ترجع عليها وتتفرج على الفيديو الشرح بتاع الدرس ده لايه برضو موجود في الديسكريبشن لينك البيتج مستر رحمد عاطف اه برضو منزل لقولة سنوي اكيد هتستفاد منها في الانجلش ان شاء الله تعال كده نبدأ نشوف اول سؤال اول سؤال هنا بيقول لي ايه سؤال هنا بيقول لي لو كانت الايه لو كانت الماتريكس اكس بلاس الون وادي سري وادي فايف وكم واي مينس تو ماشي الكلام ده سبن كلام ده ايكولز سبن وكم وسري وفايف وون عايز اجيب الاكس بلاس الواي عايز اجيب الاكس بلاس الواي طب اول حاجة كده انا اد بعض اد ودي اد بعض ده ما عندي اد بعض يبقى كل ايلمانت اد الكورسباندنج الوادي في المتريكس التاني يعني مين الايلمانت في الماتريكس دي اقلي اكس بلاس وان هيبقى ايكول الكورسباندنج مين هنا قليس يبقى اول حاجة كده الاكس بلاس الوانت هتوبقى ايكولز سبن طيب ادي سري وادي ادي faif ودي five. ادي y minus two. ماشي. تبقى قد مين اللي بتقبلها في الماتريكس التانية? اللي هي equal the cam اللي هي equal one? البلس one هتروح السايد التانية تبقى minus. يبقى. يبقى il y equals seven minus one. يبقى x equals كم? seis. طيب? ال minus two هتروح السايد التانية تبقى plus. يبقى y equals one plus two. يبقى y بكم? يبقى y بي سري. يبقى الاكس بسيكس والواي بسري سيكس بلاس سري الانسر هيديني ناين اللي هو مين اللي هو ليتر دي اللي هو ليتر كام اللي هو ليتر دي طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا كان بيقول لي ايه اكويجن اوف ستريت لاين وتشباص الصرور نيجيتب وان و سري اند بارارل ال اكس اكسز ياه احنا لسه حلين عكسها مش عكسها الفكرة التانية بتاعتها في الامتحان اللي قابله اللي هو كان بارارل ال ال اكسز انا جيت قلت لك ان دي روبارك انت واخدها السنانة دي واخدها برضه في تالت عدادة ان انا لو معي point الاستريت لاين عد منها وبرارل اللي لو بارارل لل اكس ده هي هي دي بارارل لل іكس صح ادم بارارل لل اكس يبقى على طول الاكويوجن بتاعتي واي واي وبياخد البوينت اللي هو ايه الواي بتاعت البوينت اللي هو يعده منها ده على طول كده? اه ده على طول كده ليتر بي. طيب لو انا عايز احلها بستبس. معايا بوينت عدى بينها. ومعايا بزيرو. محابرة للي الاكس وعدام برر للي الاكس اللي السلوب بتاع بيبقى ايه? بيبقى زيرو. طيب حلو. يبقى عوض في الكارتيزيان فور. واي مينس واي وان. اوبر اكس مينس اكس وان. الكلام ده ايكوالز اللي السلوب. يبقى واي مينس سري. اوبر اكس مينس نيجيتف وان. مينس نيجيتف وان يعني بلس وان. كلام ده ايكوالز زيرو. هي الزيرو دايما بسنده بمين? بسنده بوان تحته. مش الزيرو بس. اي حاجة الوحدها اقدر اسند اسندها تحتها بوان. طيب وبعد كده اعمل cross multiplication. واي مينس سري تايم وان بواي مينس سري. اكس بلاس الوان تايم زيرو بزيرو. الماينس سري دي هتروح السايد التاني تبقى بلس. يبقى الواي ايكوالز كام? يبقى يعني مسكي نفسك كده وما توعيش مش احكيه وش نقصة بعدها الكلام ده equals مين قال لي سك وكوسين ادي السك هي السك اساسا احنا عارفين القانون ده ان السك تايم الكوسين بوان على طول طيب لو انا عايز اثبتها انا عندي ادي سك اكس هي طيب هي الكوسين عبارة عن مين قال لي وان اوبر سك فالسك تاحتها هتروح مع السك فوق فايب الانسر هنا كام فايب الانسر هنا وما لو انا عندي الا بلاس البي بناين وإليفن وعندي البي بسكس وسبن عايز نورم الا عندي اكواجين اقدر اجيب منها الا وبعد ما اجيب الا اجيب نورم الا ادي ايه بلاس بي equals 9 و11 طيب ادي الايه اهي بلاس البي بكام بسكس وسبن ودي 9 ومين و11 البلاس دي هتروح السايدة التانية تبقى مينس يبقى الايه دي عبارة عن مين 9 و11 ماينس سيكس وسبن بلاس بيروح السايدة التانية يبقى مينس ادي الايه اهي طيب 9 ماينس سيكس بكام اللي بسري طيب 11 ماينس سيبن اللي بفور يبقى الفيكتور ايه عبارة عن سري وفور انا عايز ايه انا عايز نورمال فيكتور ايه يعني سكوير روت لسري بور تو بلاس فور بور تو اللي هي الدتني كام الدتني فايف اللي هي لتر سي زا كوردينيتس اوف السي ويتش ديفايتس ال اي بي باي زاريشيو تو تو وان انترنالي لو كانت ال اي بكزا وال بي بكزا لو انت متابعين من فترة هتلاقيني على طول بقولك ان الدرس ده هو اي مسألة بييجي يطلبها فهو المسألة بتكاو من اربع عناصر البداية اللي هي هنا ال a لانها اقال لي ديفايتس ال a b يبقى البداية ال a النهاية اللي هي ال b ال point of division اللي هي السي اللي هو طالبها مني الرشيو اللي هي بتبقى m2 تو m1 اللي هو مدهالي بتو تو one يبقى دي كده m2 وده كده m1 طيب عايز اجيب ال point of division عايز اجيب السي ارتب المسألة بتاعتي بالكارتيزيان فو قادي ال a قادي البداية قادي ال b اللي هي النهائي يبقى ده 2 كام و negative 1 البي 5 و negative 4 طيب جميل الراتيو بقى قلنا M2 2 M1 طيب عشان اجيب الpoint of division بعمل 2 brackets وكبار كده وهدي fraction وهدي fraction تحت بكتب البلاس ما بين الراتيو 2 plus 1 و 2 plus 1 بعمل كروس هنا اللي يطلع من الكروس ده بكتبه فوق في ال x واعمل كروس هنا اللي يطلع من الكروس ده بكتبه فوق في ال y 2 times 1 by 2 plus 2 times 5 by 10 2 times negative 4 by negative 8 وانت يا جماعة انت بتكتب الكلام ده انا بحسيبها على طول انت بتعملها على الكالكليتور plus negative 1 times 1 by negative 1 هاي اللي قابل ده كده 12 over 3 وده كده negative 9 over 3 12 over 3 و negative 9 over 3 ده كام ب negative 3 يبقى الانسر عندي لتر مين؟ لتر سي طبعا انا بحب احل بالكارتيزيان فورم اللي هو الشكل ده علشان خاطر مفوش اختراع هي فورم ومعين انا بعملها في كل المسائل فبالتالي ببقى متعود عليها وهنا برمي ده كده على الكالكليتور بيطلع للانسر وارمي ده على الكالكليتور بيطلع للانسر طب مستر لا انا مش متعود على الطريقة دي انا عايز احلها فيكتور فورم حبيبي تمام ماشي الار ده اللي ايه ده اللي هو عايزه طبع ار ون مون بلاس ار تو ام تو اوبر ام ون مين الار ون البداية بتاعتك اللي هي الايه بتو نيجيتف ون اعمل لها طايم الام ون الي هي بوان ما يديد دايما نرشيو دي ام تو تو ام ون يبقى الام ون بوان بلاس الار تو اللي هي البي طايم الام تو اللي هي التو طايم فايف ونيجيتف فور الكلام ده over 1 plus 2 اللي هو بكام اللي هو بسري نوازدع بقى الone بقى اهيه دي بقى انا مشكلتي مع الطريقة دي كده ان انت لسه في حاجات عايز تعملها 2 time 1 by 2 1 time negative 1 by negative 1 plus 2 time 5 by 10 و 2 time negative 4 by negative 8 هعمل plus واللي يطلع اعمله plus على السري هعمله divide على السري 2 plus 10 by 12 negative 1 و negative 8 negative 9 كلام ده كله يبقى و negative 9 يبقى زي ما انا كنت طلعتها في الاجابة الاولانية بس كده يلا تعال بقى كده يلا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ايه اه هاي له السؤال ده لا وراجل طيب قوي جاي رسمه لك كمان from the point on the ground at a distance 80 meter from the base of a tower a man found بص يا شباب المسائل بنقراها كلها على بعض وبعده كان نبدأ نقسم كل حتة ونبدأ نرسم هو انا راجل طيب وراسم فانا ما عنديش مشكلة معايا طيب from the point on the ground at a distance 80 الpoint d بتبعد distance 80 from the base of a tower من على بعض ال base بتاعت tower a man found that the elevation angle off the top of the tower was 35 then the height of the tower to the nearest meter طيب حلو قوي لو هي مش مرسومة تعال انا افهمك الرسمة ايدي ده كده اول حاجة عملتها التاور بتاعي الراجل ده بيبعد عن ال base بتاعت التاور بمسافة 80 عمل angle of elevation بص يا باشي يعني الكلام ده اذا كان في قولة او في تانية احنا نصلي عن النبي كده بس الاول لما اجا قل لك angle of elevation اول حاجة الراجل ده بيعملها في حياته بيبص قصاده طب بعدين بعدها وبص قصاده بيروح رايح عامل angle of elevation كده الفوق يروح رايح باصص على الايه على التوب بتاعتها طب له هيبصه لتحت بيبص قصاده الاول بعد كده بيروح رايح باصص تحت يبقى angle of elevation والangle of depression اول حاجة بيعملها بيبص قصاده وبعد كده بيروح رايح باصص على المكان اللي هو قال لي عليه فكرة يبص قصاده دي عشان انا ايه انا عايزة ايس angle of elevation فمش هيقيسها من رجلي يعني فبحدد ان هو مستوى نظر عنية طبيعي اللي هو الهوريزونتال لين ده فبروح رايح باصص اصادي وبعد ما رح رايح باصص اصادي اعمل كده دي كده اسمه angle of elevation ماشي باشي طيب يبقى دي كده الangle دي بكامل بـ 35 والمسافة دي بكامل بـ 80 هو عايز height بتاعتها معايا angle فرية angle عارفنا منين ما المبنى مش واقف مش مايل هو يعني دايما اي مبنى بيتبني بيبقى بربندكل على الارض فالangle دي كده 90 علوة عايز opposite ومعايا adjacent دي انهير عندنا في الماث اللي دير وللتان يبقى 35 عبارة عن opposite اللي هو اسمه AB over adjacent اللي هو 80 cross multiplication فالداني AB عبارة عن 80 tan 35 طيب يبقى AD 80 time 10 35 ادتني 56 point 01 طيب انا عملاها approximation to the nearest meter يبقى المسافة دي كام 56 meter اللي هي letter B the value of the determinant 300 250 111 142 لو انت مخدتش بالك من 300 يبقى انت اروحكش بنظر دول 300 ده ايه قال لي ده من diagonal في فوقي 300 عاملين triangle يبقى دول كده اسموه triangular determinant طيب الانسر بتاع triangular determinant دي بيبقى عبارة عن مين قال لي يعني 3 time 5 time 2 اللي هي equal 30 مستار انا مخدتش بالي وخلاص بقى الامتحان بعد بكرة ومش امتحان قريب ومش اروحكش في النظر خلاص تعال نفكها عادي اه انا هفك بالسري دي اه قادي السري اه واشيلي الرو بتاعها والكولم بتاعها فيتبقى اللي مين 5 وزيرو وفور وطو طيب عاكيد بقى مش هتقول زيرو وانشيله الرو ولكولم وهو زيرو اي حاجة بزيرو زيرو زيرو اي حاجة بزيرو طيب يبقى سري طايم تعال نعمل طايم طايم طو بتن مينس زيرو بزيرو يبقى سري تن اللي هي برضو طلعت كام صرتي a b c d is a rectangle s ال h is the midpoint of the a d ال a d ماشي عايزين نجيب c h plus h d طيب حل بعمل plus واللي انتهيت بي ابتدت بي ولا محتاجة اعمل اي يرول ولا بص على الرسمة على طول اللي انتهيت بي ابتدت بي فيبقى الانسر c d الله ده فعلا ده الانسر c d وخلصت كده اه يا جماعة والله انا وانا بقرب مسألة دي افتكرت ان هو مسلا ايه اه ادي الانسر c d اه هيجي يقفل عليهم قول تأكيد في الاختيارات مش هيبقى فيه c d وهيبقى فيه a b مسلا ايه ده هو ينفع اعمل c d اكويفلنت لل b a سوري اكويفلنت لل b ايه فممكن لما كانش حاطتلي في الاختيارات c d كان وارج جدا يروح رايح حاطت بي ايه لا 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 تاني من ضمن الرولز بتاعت ال operation on vectors ان انا لو عندي بلس ادي c h بلس h d بقولك كده فيه قانون للبلس بس ليه شرط اللي انتهي بي ابتدي بي بشتب عليهم هم اللي اتنين واكتب اللي ناعص اللي هو c d بس كده خلاص مسألتي خلصت طيب لو انت عايز تعرف القوانين اعمل اخص الدرس ده كله في سبع قوانين لو انت عايز تعرفهم هتدوس في البلاي لست تحت هتلاقي ايه هتلاقي اه 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 اولى سنة و second term هتلاقي درس الابريشن هتدوس عليها هتفتح لك السبع قوانين قاعد اتفرج عليهم براحتك افزا متريكس اكس و four و nine و اكس ايه دي الحقيقية لان هو بيقول لي الماتريكس ما عندهاش already inverse طيب تعالي نعمل cross multiplication اكس تايم اكس ب اكس بوار 2 مينس nine تايم فور بسرتي سيكس ايكوال زيرو مينس دي هتيجي هنا تبقى بلاس يبقى ال اكس بوار 2 ايكوالز سرتي سيكس طيب الباور تو بتروح السايد التاني تبقى بوسطف اور نيجاتف سكوار روت لسرتي سيكس اللي هي بوسطفور نيجاتف كام؟ سيكس طيب تعالا كده بقى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي لو كانت السي ازا ميت بوينت اوف الا بي ويرن الاي كانت بوان و تو والبي كانت بتصري و ايت عايز اجيب السي الله انا عايز اجيب السي اللي هي ميت بوينت على طول ده قانون من تالت عددي على طول بيقول لي بقى هنا السي دي بتيجي ازاي ادي السي وبارة عن مين السي دي اكس وان اللي هي بون بلاس اكس تو اللي هي بسري اوفر تو واي وان بلاس واي تو اوفر تو كلام ده ايكوالز كام؟ فور اوفر تو بتو وتن اوفر تو بفايف يبقى الانسر تو فايف اللي هي الليتر مين؟ اللي هي الليتر ايه؟ تعالا بقى ايه؟ اتب المرة نراجع على فكرة تاني لو انا قلت لك ان السي بتو فايف ومش متدي لك الايه؟ ومتدي لك البي والسي لأ تاني بص ادي الايه بوينت هنا والسي هي الميت بوينت بي تو فايف ودي البي بسريو ايه؟ وبقول لك هاتلي الايه؟ طيب لو هو كان طالب السي اللي هي الميت بوينت بعمل اكس وان بلاس اكس تو اوفر تو واي وان بلاس واي تو اوفر تو طيب لو هو طالب ترمينل البداية او النهاية الايه او البي قال لي بص بتعود جو القانون ده تو تايم الميت يعني تو تايم البوينت اللي هي الميت بوينت مينس الاثر ترمينل اللي هي البي فيبقى تو تايم السي اللي هي بكام? بتو فايف. مينس البي اللي هي بسري ويت. تايم تو بفور. تايم فايف بتن. مينس سري ويت. فوق بعمل اكس مينس اكس والي مينس اي. فور مينس سري بوان. وتن مينس ايت بتو. يبقى الانسر وان وتو زي ما طبعا ما انا اخترقت المسألة دي. تو كوسين اكس مينس وان ايكوالز زيرو. وكانت الاكس من الزيرو للنينتي. يعني كده الاكس دي موجودة فاني كواد. قال لي فرست كواد. طب تعال نحل الاكواجن. المينس وان دي هتروح للسايد التاني تبقى بلاص. يبقى تو كوسين اكس ايكوالز وان. التو تايم فتروح للسايد التاني تبقى يبقى الكوسين اكس بوان وبرتو. يا اهل العلم انا عندي كوسين ايكوالز رقم. اول حاجة بعملها بشوف الرقم ده كده رقم بوستر. امتى الكوسين بتبقى بوستر? يا فرست كواد. يا فورس كواد. هنا المسألة عشان هو راجل طيب جدا جدا جدا. قال لك ان هي فرست كواد. فالاكس لها اجابة واحدة. اللي هي بجيبها ازاي? شفت كوسين هاض. اللي هي الدتني سكستي. بس كده. طيب عشان انا اغاوي بقى دقيق تنفس. اشرح لك لو انت عايز تجيب الانجل في الفرست كواد. الانجل في الساكند. انجل في السيرد. انجل في الفورس هتجيبها ازاي? لو انت عايز تجيب الانجل في الفرست. بتعمل شفت كوسين او شفت صين او شفت تاني على حسب المسألة. طيب لو عايز تجيب الانجل في الساكند. ماينس شفت كوسين شفت صين او شفت تاني. طيب لو عايز تجيب الانجل في السيرد. من غير لو 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 اللي كانت رقم من غير النيجاتيف دي. طيب لو عايز اجيب اللي في فورس سري هندرد سكستي ماينوس شفت كوساين او شفت ساين او شفت تان على حسب المسألة انا هنا مسألتي كانت سهلة قوي ليه لان هو عايز الانجل في الفرست كوات فخلاص هو راجل صريح عايز اللي في الفرست كوات فاروحت راي عامل شفت كوساين هاف اديتني على طول سكستي اللي هي لتر سي السؤال اللي بعده بيقولي لو كان الفيكتور ايه بسيكس و ايت عايز ايه موجود طبعا انا بحل كزا متحان النهاردة فبالتالي انا فاكر ان الكلام ده كان موجود في المتحان اللي فات غالبا طيب او اللي قابله بقى مش فاكر والله المهم ان انا عايز اجيب النور النورم ده بيجي ازاي اكس بار تو بلاس واي بار تو يبقى دي سيكس بار تو بلاس ايت بار تو اللي هي ديتني كام الديتني تن اللي هي لتر دي هتلاقيني بحل بقى الاسئلة اللي اتعادت دي يعني بقى قدام سؤال اتعاد بقى بتليني بحلها بسرعة يعني لو كانت الايه سيمتريك ماتريكس اه ايه اللي انا بستفيده ادام هو سيمتريك ماتريكس قال لي ايه قد ايه ترانسبوز الله تمه دي سهلة قاعدة يبقى انا هشيل الايه وحط ايه ترانسبوز اه يبقى دي ايه ترانسبوز مينس ايه ترانسبوز الانسر بيبقى زيرو طيب او دي اللي هي زيرو ماتريكس يعني طيب تعال اراجع لك يعني ايه سيمتريك ماتريكس قال لي سيمتريك ماتريكس عشان تحصل بيحصل شرط مهمة الايه بتو بقدل ايه ترانسبوز طيب ايه تاني غير الايه قدل ايه ترانسبوز قال لي في حاجة اسمها ايه وان وان ايه تو تو اي سري سري دول اسمهم دول بقد بعض يعني هو هو ايه تو وان ده بيبقى اد ده طيب بيبقى اد ايه سري وان طيب ايه تو سري اد ايه سري تو ده اد ده وده اد ده اد بعض يعني لو هنا سري ايبقى هنا سري طيب كان في حاجة تانية اسمها ايه سيكيو سيمتريك طيب ايه اللي بيحصل لو هي سيكيو سيمتريك الايه بتبقى اد نيجاتف يا راجل اه والله ده لما ايه اللي يحصل قال لي سيكيو سيمتريك طيب بعدين لو هو بقى مديني شكل الماتريكس قال لي الايه وان والاي تو تو والاي سري سري بيبقى بزيروس طيب حوالين المين دياجونال بيبقى لو هنا في سري يبقى هنا في لو هنا في يبقى هنا في لو هنا في يبقى هنا في يبقى هنا في الحالب بيبقوا يعني ال ا 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 تروح السايد الثاني تبقى plus يبقى two x equals seven plus three يبقى two x equals ten two time تروح السايد الثاني تبقى divide يبقى x equals ten over two ليه equals the count five liter d لو انا عندي two vectors are parallel الله الله لو حد بقى قاعد بيتفرج على exam three وراح رايح مخلص exam three وراح رايح حالة exam four كده معي دلوقتي فهيبقى الدنيا بالنسبة له حبلة قوي ايه ده ايه ده ايه المسائل الحبلة دي يا مستر ده هي هي نفس المسائل اه والله يا ابني الفيكتور ايه parallel للفيكتور b حل ايه اللي انا بستفيدوه slope of the vector a add the slope of the vector b يا راجل اه والله ده عشان هما parallel عشان هما ايه parallel طيب جميل هو انا ازاي بجيبلي slope y over x ادي ده ال x و ادي ده ال y يبقى الاسلوب الاولاني ب three over two ادي ده ال x ادي ده ال y يبقى الاسلوب التاني ب m over four cross multiplication يبقى الام معبارة عن مين three times four over two ادي اتني six اللي هي letter مين؟ اللي هي letter d افل two times three ودي three time two ده زي ده صح؟ قال لي اه ده three times three ده زي ده صح؟ اه يبقى ده كده هقدر اعمل ال time و الماتريكس اللي بتطلع بتبقى الرقامين البقيين يعني الماتريكس ايه تايم بي ده هيبقى الاردر بتاعها two times three اللي هي letter مين؟ اللي هي letter b طيب the perimeter of circular sector او بابابابابا اول ما بقره حاجة ليه علاقة بالاريات والبرامتر بقى بعلم كده على figure واروح لورقة المفاهيم اطلع القانون بتاع البرامتر بتاع circular sector between the and the radius length of four هات الارية بتاع بص يا باشا لما بيجي لي مسألة ما بتتحلش من اول خطوة بقسم البيديو نصين وبروح رايه هامل ايه؟ هنا بكتب القانون الحاجة اللي هو طالبها الارية بتاع وهنا بشتغل على المعلومة اللي هو مدهالي البرامتر طيب مين البرامتر؟ يا جماعة انت مش حافظ القوانين انت بجيبها من ورية المفاهيم يعني انا شايل من دماغي فكرة ان انت عندك مشكلة في القانون هو موجود الريديو في فرية المفاهيم فيبقى البرامتر عبارة عن مين؟ 2R بلاس L طب ما حلو قوي ما انا معايا البرامتر بـ 20 ومعايا الريديوس بـ 4 طب ما انا لو عوضت بالريديوس هنا بـ 4 اقدر اجيبي الـ صح؟ يبقى 2 طايم 4 بلاس L equals 20 8 بلاس L equals 20 الـ 8 دي بلاس هتروح السايد التاني تبقى minus يبقى L equals 20 minus 8 اللي هي equals كام؟ 12 هلو قوي نيجي بقى هو كان عايز ايه؟ قل الـ مين الـ بتاعت السكتور؟ half LR يعني half طايم 12 طايم 4 قدتني 24 سنتيمتر سكوير اللي هي بايه؟ the point which belong to the solution of the inequality x greater than 2 y greater than 1 x plus y greater than 3 لازم الـ point اللي انا هاخترها تبقى بتحقق السريئي بتحقق مين السريئي إنيكواليتس طيب حلوة يا مستر فين بقى السريئي إنيكواليتس دول يابدي ما مكتبين اصابك اه ده مش لاقي حاجة اقولها غالبا ماشي x greater than 2 ماشي d greater than 2 لا طيب x greater than 2 d greater than 2 لا يا مستر مهبتوم انا اخد او خلاص لو حطت equal هاخدها لو مش حطت equal مش باخدها x greater than 2 اه y greater than 1 اه x plus y greater than 3 3 plus 2 5 5 اكبر من 3 اه يبقى الاجابة عندي هنا letter mean الاجابة هنا عندي letter c لأ انت هتسيب البقى مفتوح ما تقفله ماشي يبقى الانصر هنا letter mean الانصر هنا letter c ايه يلا تعالي شوف اللي بقى ما ترزعوش تلك ما ترزعوش بيقول لي five cosine square x plus five sine square x كلام ده equal is mean طيب هل ايه ايه اه ماشي بص يا باشي اعمل هنا ايه مستر بون تبقاش متسرع تبقاش متسرع سين سكوير او косين سكوير يعني هبدأ بالسين او بالكوسين مش فرق اه سين سكوير بلاس كوسين سكوير الكلام ده ده سين سكوير بلاس كوسين سكوير قال لي لا طيب انا عايز اخليها الكوسين سكوير بلاس السين سكوير اقدر اوه ازاي خد الفايف دي common ايه بره تبقى لي ده كوسين سكوير اكس بلاس سين سكوير اكس ما أنا خدت هنا من هنا خدت 5 برا ومن هنا خدت 5 برا حلوة قوي يا مستر أدي ده 5 طيب ده بكام بوم 5 تايم 1 ب5 يبقى الانسر لنا لتر ايه ب5 طيب زا بوينت 3 و 5 1 و 5 بلونج ستو زا سولوشن ستو زا انيكواليتي اكس بلاس الواي greater than ولا smaller than ولا smaller than ولا smaller than or equals ال 8 عشان يتحقق فيها الاتنين دول يعني لازم الحاجة اللي أنا هختارها الاتنين يتحقق فأول حاجة أنا حطيت هنا ال اكس بسري وال وي بفايف سري بلاس فايف بكام بإيت فهختار كده حاجة فيها ايكوال طيب ال اكس بوين وال وي بفايف بسيكس ال ات والسيكس ما لهم وما لل ات اللي على اليمين دي يعني ال ات قدها طب السيكس smaller than يبقى دايما ال اكس بريشن ده قدام الاتنين دول بيحققوا الانيكواليتي دي هيبقى ما له smaller than or equal smaller than علشان السيكس تلعت أصغر من ال ات ات عشان السري والفايف طلعوا ات فبالتالي لازم يبقى فيه ايكوالز ات بس كده انا نفسي يا جماعة نفسي يعني احنا في سؤال واحد وعشرين نفسي امتحان لأولى سنوي يبقى ال time بتاعه معايا اقل من ساعة عشان كتير قوي 3 امتحانات كل امتحان منهم ساعة دي ساعة ويدي فان شاء الله بزناء احنا فاضل سبعة سئلة ستة سبعة ان شاء الله بزناء النهار ده انه بقى اقل من ساعة السؤال ده الامتحان ده راجل يعني سكرة والله العظيم سكرة ليه بقى كل الاختيارات ده هو قيل ان ال اكس اكيوت كمان يعني قدام قيل ان ال اكس اكيوت يبقى احنا بنتكلم على هو نفس صراحة مش فاكر سؤال كان في الامتحان ده ولا السؤال اللي قبله يعني بس له له في الامتحان ده يبقى راجل سكرة سكرة فعلا لان هو السائل في نفس الحاجة بنفس الطريقة مرتين يعني الميناس وان هتروح السايد التاني توبقى بلاس يبقى 2 و ساين اكس الميناس وان تروح السايد التاني فهتديني 1 حلو اقب التو تايم توبقى زياد لاسى التروح السايد التاني توبقى 0 يبقى Letter ساين اكس ب 1 و par 2 حلو جدا أنا عايزى جيب الأنجل في الفيرست lad والمستر اللي لسه مراجع لي كانت في الامتحان ده غالبا ان انا لو عايد اجيب الانجل في الفرست كواد بعمل شفت سين وشفت وسين وشفت تاني عادي وعنديش اي ازمة يبقى هنا شفت سين هاف هتديني سيرتي بس كده خلص يبقى الانجل دي بكامل الانجل دي بسيرتي اللي هي لتور مين اللي هي لتور ايه زا ستريت لاين واي ايكولز سري اكس بلاس الفايف قاتل واي اكسز قاتل بوينت كامل عشان يقطع ال واي اكسز يقطع ال واي اكسز لازم الاكس تبقى بزيرو طيح يبقى واي ايكولز سري طايم زيرو بلاس فايف يدتني فايف يبقى ال بوينت اللي هو هيقطع فيها ال واي اكسز هتبقى زيرو فايف اللي هي لتور مين ايه بيه طب لو قال لي هات ال بوينت اللي هيقطع بيها الاكس اكسز يبقى ال واي هتبقى بزيرو وبس كده زا سلوب اف زا ستريت لاين تو اكس مايناس واي ايكولز ون يا كماية انا انا مش فاقة هو بيبقى مكتوب بيقدارة ايدي اه ده مش مكتوب يعني الادارة دي ادارة سكارة الصراحة تو اكس مايناس واي ايكولز ون طيب السلوب بالسنتيمتر ايه سلوب سنتيمتر ايه اكيد سنتيمتر دي مكتوبة غلط لو هو عايز السلوب السلوب مش بالسنتيمتر طبعا ماشيين اه هو ممكن يبقى كان عايز مسلا ايه لنس اوف انترسيبت بارت لنس يبقى حبت سنتيمتر بس انا احل السؤال على انه هو سلوب ونشوف الاجابة بتاعت المعاصر كانت سلوب ولا لنس اوف انترسيبت بارت طيب دي اكويجين عشان نحلها لازم تبقى مترتبة اكس واي وده الرقم ايكولز ايه كوفيشانت الاكس بسميه ايه كوفيشانت وي بسميه بيه الاسلوب بيبقى نيجاتف كوفيشانت الاكس على كوفيشانت الوعي تبقى نيجاتف تو اوفور نيجاتف وان يبقى الانسر كم تو موجودة في الاختيارات يبقى انا هاشتبع لسنتيمتر دي وخلاص كده يبقى الانسر هنا تو لانا السلوب بتو ومعاصر حلالها تو طيب The measure of the angle between the two straight lines X equals two, Y equals three والله بص يا ابني X equals رقم, Y equals رقم دول اتنين بربن ديكل ماشي? طب تعالى فهمك بقى جات منين مين هو ال straight line X equals two باجي عند ال except two وعمل straight line parallel to the Y axis طيب مين هو Y equals three باجي عند three وعمل straight line parallel to the X axis فلأنا عملته ده كان parallel to the Y ولأنا عملته ده parallel to the X ف parallel to the Y و parallel to the X معناه من هما الاتنين ما لهم perpendicular the length of the perpendicular drawing from point three and five on X axis عايز اجيب اللنس بتاع البربن ديكلر from point والX axis انا هرسم الpoint add one, add two, add three add one, add two, add three add four, add five add three اهي واطلع على حد five يعني ال point دي اهيه طيب المسافة دي كده بكام قال لب five والمسافة دي كده بكام قال لب three طيب هو عايز المسافة ما بين point ومين قال لل X axis يبقى المسافة دي اللي هي بكام اللي هي بفعل طيب لو انا عايز احبازك قانون مسافة ما بين point و X axis absolute Y يبقى دي كده absolute Y طيب مسافة ما بين point و Y axis absolute X لو كان A بone و two والB بfour و six هات الفيكتور normal الفيكتور AB قلت له بس اول حاجة انا هجيب الفيكتور AB طيب الفيكتور AB بيجيب ازاي اللي بي مينس A يعني four و six minus one و two فيكتور AB يبقى B minus A طيب ادي four و six و ادي one و two four minus one بس three و six minus two بfour هالواء قوي معايا انا بقى الفيكتور AB ده عايز اجيب له مين قال لي عايز اجيب له norm طيب عشان اجيب نورم للفيكتور بجيبه ازاي square root three power two plus four power two اللي هو اداني كام اداني five length unit اللي هو little mean little b امتحان حلو قوي يعني امتحان حلو بشكل مش طبيعي لو كان ABCD is a barrirogram A two negative three B five one C بسيكس غالبا اصعب سؤال في الامتحان ده هيبقى السؤال اللي انا هنمزوده اللي هو بتاع الفيزيكا الابليكيتش هنلم بزويدهم في اخر السؤال معنى هو مش صعب يعني بس يعني غالبا يعني السي بسيكس و سبن دي هي مين من دون بريلو جرام هنستحليلها في السؤال في الامتحان اللي قبله غالبا بس كانت في الاسي اه ارسم بريلو جرام A D A B C D لازم بص تأكد بتجري ورا بعض A B C D البيكتور A B هيبقى للفيكتور D C طب الايه بكام توقع نيجي تفسيري ال B 5 1 السي سيكس و سبن ال D X و Y وكده كده مش عاوض به طبق قلت له انا عايز اجيب الفيكتور A B مين الفيكتور A B يا شباب قال لي بس الاول كده الفيكتور A B عشان ده بريلو جرام بيبقى اكويفلان للفيكتور D C ازاي اجيب الفيكتور A B قال لي الفيكتور A B بيبقى عبارة عن B مينس A طب ال B بكام 5 1 طب الايه ب2 negative 3 5 minus 2 ب3 1 minus negative 3 ب4 هاي اللي بقى بعدين عايزين نجيب الفيكتور D C قلنا ان الفيكتور D C ده ب3 و4 طب مين هو ال D C قال لي C مينس D equals 3 و4 مثلا انت ليه اشتغلت على A B وD C ما كان ممكن تشتغل على A D وBC صح كنت هطلع نفس اللي جيبت طلع نفس الفاينل الانثر اللي هو D يعني طيب C بكام ب6 و7 طب D ده اللي انا عايزه كده كده ب3 و4 ده negative لما يجيبه هنا هيبقى بوسطر ادي ده ده يبقى الفكتور بتاعي هو عبارة عن مين هو عبارة عن اللي هي عبارة عن مين و3 طيب الحمد لله طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده الله دخلنا على السؤالين الاسي وبعد كيه السؤالين اللي انا ببقى مزودهم ونبقى خلص A B C ماشي حدو هادي A B C ما سامتا مستر من غير ما تكمل القرية ماشي مالش هادي A B C طيب حل ال D B لل B C في النص في التلت في التلات اربع مش عارف قال اتنين من D C قد تلاتة من D C قد اتنين من D B قد مش هتفرق يا حبيبي انت حط D في اي حتة بقى انت كده عندك الريشيو ما بين D B كل واحدة بتاخد الرقم اللي قصدها دي كده قصدها السري وال D C قصدها ماشي فانا حط ال D هنا فتوبا دي كده الريشيو والريشيو دي كده كام السري لا 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 سانية انا عملت ايه زبطت شكل الريشيو انا مش عارفة اقرأ الحتة دي خليتها كل واحدة بتاخد العكسها ال D B بتاخد السري وال D C هتاخد حلو طيب حطيت ال D هنا ال D B حطيت عندها سري وال D C حطيت عندها تو هو عايز يثبت بقى ان 2 من A B بلاس 3 من A C قد 5 من A D ليه كده عمل حق ليه كده عمل حق ما انت كنت راجل طيب وغلبان وقاعد عمالة بعطلك سكر من من اول اللي امتحان طيب هنعمل هنا ايه بصو انا اكيد دماغي جايبة ان انا عندي هنا ايه هقسم اشتغل عطريانجل ده شوية وقسم اشتغل عطريانجل ده شوية والاتنين اللي هتطلعولي هعمل ده اللي دماغي طيب تعالى كده نشوف اول هنشتغل عليه A D B اي في الدنيا بص بص لو فيتو بيجري وارا بعض الصم بتاعهم بيجري يقفل عليهم يعني بص ال A D بيجري ورا مين بيجري ورا ال D B هيجي مين اللي هيجي يقفل عليهم قال لي ال A B هيجي يقفل عليهم طيب ممكن واحد تاني يقول لي لأ طب انا مش همشيها كده انا همشيها ازاي انا كده كده اللي عندي يبقى الصم بتاعهم في الاخر يبقى في A D فانا هاخد A B بلاس B D بص A B بلاس B D بص اللي انتهيت بي ابتدت بي زي ما انا ما معلمك فده هيتطير معده فيبقى الانصر A D وسمينا دي كده طيب ماشي حلو بعدين انا وقفت انا بقى انا مش هاسبقى انا عارف ان احنا كده مش هنقف انا عارف ان احنا نعمل حاجة كمان بس انا اقول تسيب هلك دلوقتي طيب بص بقى تعالى ناخد التراينجل التاني عايز اتنين يكونوا بيجروا او ربعض والسم بتاعهم يديني A D يبقى A C و C D يبقى قدل A C بلس C D اللي انتهيت بي ابتدت بي فالانصر بتاعهم اديني A D و A D دي كده طيب حلو بص يا باشا انا عايز المسألة في الاخر يتبقى فيها 2 A B ويتبقى فيها 3 A C فيتبقى فيها 5 A D ايه ده ايه ايه اه بينا حبيبي D A B واحدة و D A C واحدة يبقى انا هعمل دي كده عرفت من ايه يا ابني ما انا استنتجتها معاك اهو طيب مستر طب انا مش هيجي في دماغي الكلام ده ما هو انت لازم تتدرب على الدرس ده كتير ما هو ده معروف لاي موجود في الدسكريبشن درس اسمه دوس عليه تفرج على السئلة بتاعته انا هعمل فيديو كده في كم واحدة A C تفرج عليهم تاني ما فيش مشكلة 2 A B 2 A B 2 B D 2 B D equals 2 A D طب انا الانسر بتاعته اللي انا عايزه في الاخر يبقى فيه 3 A C بعمله ده مستر انت مش يخبقى لك ان فيه هنا خزوء كده عندك وفيه خزوء هنا استنى وصل هنشوف دلوقتي هنشوف بس لما نوصل add 3 A C plus 3 D C equals 3 A D اعمل ما بينهم بلاس يا فقيق ماشي يبقى A B plus 2 B D plus 3 A C plus 3 C D equals 3 A D plus 2 A D حلوة جمع لي باله هو ايه؟ ده كده plus 3 A C طيب plus 2 B D plus 3 C D equals 5 A D لو انت على الحكايتك هتعمل كده فاللي تبقى اللي هو ايه؟ اللي هو طلبه كده كده طيب تعالى فاهمك بقى ليه اللي اتنين دول تروع مع بعض هو يا باشا اقول لك N 2 D B add 3 D C طيب ده بصد ده بي دي اهو من ال B رايح لل D من ال B رايح لل D والتاني C D حلوة؟ طيب احنا لسه عايلين ان هما ايه؟ لما بغايل الليترز ده كده ده معناه ان هو بيبقى نيجيتب فانا ده 2 اهو بص او مش كده عندي انا فيه شغل واحدة كاملة بس ايش تعالى؟ بص احنا هنبدل هنا يبقى ده 2 B D هيبقى add مين؟ قال لي add كده negative بص 2 D B هيبقى add negative مين؟ هيبقى add 3 D C طب لو انا بدلت ما بين الاتنين دول يبقى 2 B D هيبقى add 3 C D ماشي؟ طيب هو 2 بقى B D D مالها ومال ده قال لي ده النيجيتب بتاعه يبقى 2 B D add negative 2 D C صح؟ انت كلمة مفوت فاهم فاهم ان 2 B D add negative 2 D C حلو؟ حلو negative 2 D C D negative ايه ده ايه ده؟ D B sorry بص يا بص تاني طيب ادي ده B D سيبكم الاركام خالص ال B D ده add negative D ال B D add negative D B حلوة يبقى انا هشيل ده وحطه مكانه negative 2 D B ان احنا لسه قالين ان negative 2 D B add مين add انا بس مش عايز يبقى ايه؟ انا حاس ان فيه ممكن يبقى فيه حاجة غلط لا هي صح دي كده add negative 2 B D وال negative 2 B D add 3 D C صح؟ ما ايه؟ ماشي؟ ما دي C D تاني تاني و D B D انا ماشي صح يا جواه؟ طيب لما نيجي نشيل ده ونحط مكانها negative 2 D B حلو ماشي negative 2 B D تطير مع السري C D ولا لا؟ مال 2 D B add 3 D C حلو ماشي بص عشان انت تفهم وما تتلغبطش مني انا هاخد الحتة دي كده على جنب بنشتغل عليها الوحدة بس هي كده انا عارف ان هي هتطير معها بعض add 2 B D plus 3 C D انا عايز اعرف ده بكام المعلومة اللي هو كام الدهالي n2 D B add 3 D C انا طبعا مشكلتي هنا في نقطة n2 letters هنا مختلفين عن دول طيب ماشي؟ المهم انا هنا اللي استنتكته من الحتة دي n2 D B add 3 D C حلو لما اجا بدل ما بين الاتنين دول بزود negative يعني 2 D B add negative 3 C D حلو شيل بقى شيل بقى ال B D وحط مكانها ده طيب انا اساسا ما عنديش B D انا عندي مين؟ قال لي خلاص يبقى ده كده مين؟ ما هي دي النقطة اللي عملانا انا في دماغنا تربانا من الاول طيب يبقى انا بردو كده استنتكت ان 3 C D add negative 2 D B شيل بقى 3 C D وحط مكانها ده يبقى negative 2 B D add negative 2 D C طيب انا سبب ان الغلط ده D B صح ولا ايه؟ اه طيب الاتنين دول الصن بتاعهم مش بزيرو يبقى اللي انا كاتبه ده مش مظبوط وانا مالي موضوع اسهل من كده يا جماعة بكتير ماشي؟ كده كده هو اللي تعالش هزين ساحناه نحتى اقول الامتحان 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 وانا كنت عايز لخلصه بسرعة وخلاص معلش بقى تعال كده هنا 2 D B add 3 D C فانا هنا عندي 2 B D 3 C D D add negative D B وهو ايه اللي ان الحتة دي add D يبقى انا كده عندي ده هيطير مع ده لان الاتنين دول sum بتاعهم زيرو انت لو دخلت دي كده جوه يبقى 2 D B minus 3 C D الكلام ده هيبقى زيرو بدل ما بين الاتنين دول يبقى 2 D B plus 3 C D الانسر بتاعهم هيبقى زيرو مشكلتي هنا بقى في ال B D D طبعا احنا عادينا عمليين ان نحاول على السنية تطلع بالشكل ده هي مستحيل تطلع بالشكل ده هي لازم دي كده تبقى 2 B D add 3 D C بس كده خلاص لما تبقى 2 تعال بقى نمسح لعك كده بكده كله طبعا انا كنت عاب بحاول فيها ما كانش بدمية خلص فكرة ان ايه انه ممكن تبقى غلط يعني بس هو طبعا ايه مش 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 جاية خلاص كده طبعا لما نيجي نعمل بلاس هنا انا الانسا مش قلط لعزيرو يعني اهنا اد سري دي سي اهنا بس كده 2 B D add 3 اد سري دي سي فلما اجي نشيل دي كده وحط مكانها سري دي سي لسري سي دي فالدي سي اد نيجيتف سي دي يبقى نيجيتف سري سي دي بلاس سري سي دي فالانسا في الاخر اديني كام هي اديني زيرو يبقى عشان كده دي طارت مع دي علشان دي كانت بي دي وهو اي لان البي دي تو بي دي اد سري سي دي فالاتنين دول كده هيتيرو مع بعض يبقى شوية الهاري لك العشر دقيقة اللي طاره من انا على الفاضي دي عشان المسألة فيها غلط هي دي مفروض تبقى بي دي مش دي بي طيب طبعا نفس اللي احنا كنا نسا بنعمله دي كده اكس اكول زيرو اللي هي مين الواي اكسس الجريتر زيني يعني الفرست كواد هنا واي جريتر زيني الزيرو يعني الاكس اكسس والجزء ده كده اللي احنا هنظر للعلي عشان نرسم دي باروح رايح واخد الاكويجن دي كده بخليها اكويجن وعوض ات الاكس اكول زيرو يبقى الواي بايت يبقى اول بوينت عندي اسمها زيرو وايت هاجم عندي الزيرو واطلع لحد الات طيب ات الواي بزيرو يبقى ال اكس اكولز ايت يبقى ال اكس فور يبقى ال بوينت اسمها فور وزيرو اللي هي هي نوصل التو بوينت دول ببعض بعد كده عايزين نتأكد ازا كانت هظل للجزء اللي تحت والجزء اللي فوق بعوض بالزيرو والزيرو زيرو بلاس زيرو اسمولر زين الايت اه يبقى انا هعوض الجزء هظل للجزء اللي تحت اللي فيه زيرو زيرو بظل البنان على ايه؟ بعوض بالزيرو والزيرو لو الزيرو دو لو الزيرو والزيرو ده اجابات يبقى هنا في الاخرى هيتطلع ايه؟ ده الجزء اللي هيتزل ماشيين؟ تعال بقى نرسم التاني اكس بلاس واي اكوالز ايه؟ قاية الاكس اكوالز زيرو يبقى الواي بفايف يبقى البوينت اسمها زيرو فايف قاية الواي بزيرو يبقى اكس بفايف يبقى البوينت اسمها فايف하고 زيرو ادي الفايف والزيرو اهي. واده الزيرو والفايف اهي. ووصلهم ببعض. البوينت اف انترسكشن سريو تو. البوينت اف انترسكشن يا شباب. سريو تو. غالبا هي يعني مش مكتوبة اصادي. يعني ان شاء الله بازلنا تطلع هي. طيب. بعدين اعوض بالزيرو الزيرو. لما اجي اعوض هنا بالزيرو والزيرو. هيطلع يبقى انا صح. طيب. فين الجزء المظلل. اظلل الجزء اللي فيه الزيرو والزيرو. نغير اللون بقى. ونظلل ده. ده كده الجزء. اللي ايه? اللي هيتزل. عايز اتأكد من البوينت اف انترسكشن. بكتب فوق بعض. واعمل لها مود اهي. طيب. تعالي نكتب بس كده. ادي تو اكس بلاس واي اكوال زيت. لو عايز تأكد بس ان الرسمة بتاعتي انا مطلعها صح. ماشيين? ادي هنا انا كده اول واحدة او مش وان. ادي تو ادي وان ادي ايت ادي وان ادي وان ادي فايف. ادي سري وادي تو يبقى البوينت اللي انا مطلعها صح? هو عايز حاجة تانية? لا مش عايز حاجة تانية يبقى ان انت تظلم. تعبى البوينت زيرو وزيرو. زيرو وفايف اللي هي دي. سري وطو. فور وزيرو. طبعا الكلام ده. عشان لو انا عايز ايه اداني اه اه ابجيكتف فونكشن. وعايز نشوف المانيمم والماكسيمم. طيب. السؤالين بقى لانا مزودهم لك علشان نراجع على الدرس اللي هو ايه? اللي كان ملغي السنة اللي فاتت. طيب. طيب اول حاجة في تو فورس عاملين على على البادي اللي قصدي ده. واحدة لفوق ايتي جرام ويت واحدة لتحت سورتي جرامات. الديريكشن بتاع المسألة اللي هو ديريكشن اليو هو الديريكشن اللي تحت. يتقول له يبقى الف ون اللي هي اللي فوق نيجاتف ايتي في ديريكشن اليو. طب الف تو اللي هي اللي تحت. قال لي ما ده في ديريكشن المسألة. يبقى سورتي في ديريكشن اليو. طب بتيجي زي? قال لي اف وان بلاس اف تو. ال meus طيب طيب? ليه هنا يا مسترfr طلعتري. عشان اللي فوق اللي كان تماشية في عكس ال اكبر من اللي ماشية في نفس ال دياركشن. فهتطلع انيجتيف نيجتيف في داياركشن اليو. وهنا طبعا فيه في الاختيراء بوسط في فالديريكشن هنا مهم لان هو عايزها بالديريكشن فدي كده بتاعها ففتي بس هي علشان عكس ديريكشن المسألة تلعت بالنيريكشن السؤال بعده هي دي كده كانت ليتر مين اه ليتر بين مينش اللي بعده اف زا تو فورسس اف اللي هي عبارة عن كام ما بحبهاش الشكل ده بحبه كارتيزيان يبقى باخد الرقم اللي مع الاي بكتبه في الاكس والرقم اللي مع الجي بكتبه في الاي يبقى فورو نيجيتف سيكس طب الاف تو الرقم اللي مع الاي طبعا هو لو راجل رخم بيبدلك ما بين الاي والجي فانت تطلق بط اللي مع الاي بيتكتب مكان الاكس واللي مع الاي اللي مع الجي بيتكتب مكان الاي اكس اتا بادي زين زا ريزولتانت هو انا عايز نجيب الريزولتانت بعد كده حولها لبولر فورم واخترقني واحدة من دول عرفت من ايه بولر فوم لان الاربع اختيارات بولر فور فانا الاول هجيب الار اللي هي عبارة عن F1 plus F2 اللي هي 4 و negative 6 plus negative 6 و 8 4 و negative 6 ب negative 2 negative 6 و 8 ادتني 2 حلو اه عشان احول ما مش دا كده كارتيزيان عايز احوله البولر يبقى انا اول حاجة محتاج نورم الار سكوير روت ل negative 2 bar 2 plus 2 bar 2 اداني كام ده عايديني فور كده لا عايديني كام ده كده فور وفور بروت ده كده روت 8 طيب خواه روت 8 ده بكام قال لي روت 8 ده بتوروت 2 يبقى الانسر هنا تو روت 2 يبقى الاجابة دي غلط والاجابة دي غلط طيب ده عني قعد قال لي دول كده الفور قعد ده فرست negative positive ده second negative negative ده third positive negative ده fourth طيب أنا الorder دبير بتاعي negative positive يبقى احنا بنكلم على second quad يبقى الجاب عندي little mean C عشان ال 135 دي second quad ال 45 the first طيب لو أنا عايز أجيبها كمسألة قال لي tan theta عبارة عن y over x يبقى two over negative two يعني ب negative one طيب عشان هي second quad theta belong to second quad من الحتة دي طيب يبقى theta عبارة عن مين 180 minus shift tan one مش negative one بعملها من غير بقى تديني يبقى الانصر عندي little mean الانصر عندي little say اتمنى ان انت تبقى استفدت من الحل بتاعي المتحان واتمنى اني مكنش طولت عليك طبعا بعتذر على الجزء اللي كان فيه المسألة كان فيها غلط كان نفس ان المتحان ده يخلص اقل من كده سواء برضو مخلص اه في كتير اتمنى ان انت تبقى استفدت من كل سؤال اتشرحك كل حاجة هتلاقيها موجودة في لو عايز فيسبوك الشرح الدروس كلها هتلاقيها موجودة في عن طريق اولى سنوي second term 2024 هتلاقي حاططلك لينك بيتج مسترحمد عاطف علشان خاطر ميلزل امتحانات ومراجعات لأولى سنوي انجليش ان شاء الله السنوي شوفكو على خير ان شاء الله وإذن الله في فيديو جديد وشكرا اشتركوا في القناة